في العمل على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في تبني المشاريع الزراعية الهدفة لمواجهة التحديات الاقتصادية وصولا للتنمية المستدامة والاكتفاء الداتية نقش اجتماع نعقد اليوم بمدرية الخريشية في محافظة البيضاء جهود تشكيل اللجان الزراعية وآليات دعم وتشجيع المزارعين في المدرية وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة لقطاع الأشغال العامة والطرق أحمد حسين السيقل على أهمية استشعار المسؤولية في التوجه نحو التنمية الزراعية والتوسعي في استصلاح الأراضي الزراعية وتنمية المحاصيل ذات النفع والجدوى كالحبوب والقدروات والفواكه واستغلال المواسم الزراعية والأمطار بما من شأنه إحداث نهضة زراعية وتطرق الوكيل السيقل إلى المواجهة العامة لرؤية قيادة المحافظة واهتمامها بتطوير الزراعة لاستغلال الفرص والموارد المتاحة لزراعة الحبوب كركزة أساسية وكذا استغلال المناخ والأراضي الشغيرة وموسم الأمطار في إنشاء مشاريع هدفة لزراعة البن والفواكه وغيرها وحث الوكيل السيقل الجميع على تفاعله مع برنامج المبادرات الطوية الذاتية لتنفيذ مشاريع زراعية ذات جدوى تحقيق العائد الاقتصادية والمردود المدي للمزارعين سيما في ظل ما يمر به الوطن من تدعية صعبة نتيجة استمرار العدوان والحصار وأكد الاجتماع على أهمية المشاركة المجتمعية في أحداث نهضة زراعية وتشكيل لجان زراعية على مستوى القرى والعزل وكذا اختيار وترشيح فرسان التنمية لما لهم من دور كبيرة في تحريك وتحفيز المجتمع